الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية الهروب من القطة في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله صراه ما تنسونش بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير الهروب من القطة في المنام للعلامة ابن سيرين طيب الله صراه لو كانت القطة التي يهرب منها صاحب الحلم مفترسة أو شرسة دل ذلك على نجاة صاحب الحلم من بعض الأعداء الذين يحاولون التسبب في إزاء صاحب الحلم الهروب من القطة البيضاء يكون من علامات ترك صاحب الحلم فرصة جيدة في حياته والتي من الصعب أن يعودها مرة أخرى الهروب من القطة الشرسة تشير إلى تخلص صاحب الحلم من أصدقاء السوء الموجودين في حياته في هذه الفترة يرى بعض المفسرون أن الهروب من القطة في الحلم قد يكون من علامات ترك صاحب الحلم الزنوب والمحرمات التي كان يرتكبها الأيام الماضية لو كان صاحب الحلم يعمل في أحد المهن الغير جيدة فإن الهروب من القطة قد تشير إلى ترك صاحب الحلم هذه الوظيفة والحصول على وظيفة أفضل قد يكون الهروب من القطة المفترسة للشاب الأعزب من علامات ترك هذا الشاب الفتاة التي يرتبط بها في الوقت الحالي لأنها فتاة سيئة السمعة رؤية القطة في المنام للفتاة العزباء يرى مفسرون الأحلام أن القطة في حلم البنت العزباء تكون من علامات تعدد أصدقائها الأوفياء الموجودون في حياتها قد تكون القطة البيضاء في حلم البنت العزباء من علامات تحقيق هذه البنت الكثير من الأحلام والطموحات التي كانت تسعى لها تشير القطة الملونة الكثيرة في حلم البنت العزباء إلى تعدد الفرص الجيدة التي سوف تظهر أمام هذه البنت في مجال العمل في الأيام القادمة أما لو كانت القطة التي تظهر في حلم البنت رماضية اللون في هذا الحالة يجب الحذر لأن ذلك يشر إلى خيانتها من بعض الأشخاص المقربين منها لو كانت صاحبة الحلم تبحث عن فرصة عمل جيدة فإن ظهور الكثير من القطة في حلمها يشير إلى توفير أكثر من فرصة عمل أمامها في الأيام القادمة تشير رؤية القطة الكبيرة المفترسة في حلم البنت العزباء إلى تعدد المشاكل إلى تعدد المشاكل التي سوف تظهر في حياتها هذه البنت في الأيام القادمة طبعا دي أخواننا زمانتم ما شفتوا كده القطة وطبعا القطة دي مواويل كتيرة في الأحلام فإحنا بحاول أنا إيه أخذ جزئيات صغيرة كده وعملها عشان الحلقات الكبيرة بتزهق الناس تنسوناش بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجراز وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته